حالة من الترقب والحذر تفصيلنا بعد 13 يوم تقريبا نهاية ولاية حاكم مصر في لبنان أو يمكن مش نهاية ولايته محسومة بعد ما حدا بيعرف التهويل اللي عم نشوفه والضغط اللي عم نشوفه عم بيطرح علامات استفهام على شو بدو يصير من هلأ لأسبوعين طيب حالة الترقب والحذر هي مرتبطة بكل ما يتم تداوله فيما يتعلق بيه توقف عمل منصة صيرفة السؤال البديه الأول شو بصير إذا وقفت منصة صيرفة شو بصير إذا وقفت فجأة كارثة نقدي منصة صيرفة هي بحد ذاتها مشكلة هي مشكلة والوقفة المفاجئ أيضا سيكون مشكلة هلأ فيها نرجع شوي إذا بدنا شوي نفود بالموقف من منصة صيرفة وشو مفروض ينعمل بمنصة صيرفة وشو المشاكل اللي موجودة هلأ وشو مفروض ينعمل بالمنصة إذا بتسمح لي أرجع شوي لن نفهم الغاية الأساسية من إطلاق هذه المنصة أساسا بشباط 2021 بالضبط نحن قبل حصول الانهيار في 2019 كان في عنا سياسة تثبيت سعر الصرف اللي انتهج حاكم مصرف لبنان رياض سلامي من التسعينات لحد ما فقد السيطرة على سعر الصرف وفقد القدرة على تثبيت سعر الصرف بشكل دائم تثبيت سعر الصرف بالمبدأ ما كان بيتطلب وجود منصة من هيدا النوع تثبيت سعر الصرف باختصار مصرف لبنان كان مستعد أن يبيع الدولار بسعر صرف محدد وثابت اللي هو ألف وخمس اللي كنا نعرفه بهذه الفترة نستعد يبيع من احتياطاته الدولار بهيدا السعر لا يلبي حاجة السوق ويلبي الطلب قد ما كان هيدا الطلب وبالتالي كان في عنا سعر صرف ثابت معتمد بالمصارف وعند الصرافين وبمصرف لبنان وبعلاقة مصرف لبنان مع المصارف وبعلاقة الدولة مع المواطنين بتزديد الرسوم والضرائب وبكل شيء طبعا كان في علامة استفهام على الصند القانوني اللي اعتمد هو حاكم مصرف لبنان لا يعتمد سعر الصرف القانوني ببدا حديث هلأ لا نمتلك أي ورقة ولا وفيقة أو قرار أبدا لا للألف وخمسة ولا للسعر الصرف للخمسة عشر ألف المعتمد هلأ ولا لمنصة صارفة ولا غيرها آخر نص قانوني بيحكي عن آلية تحديد سعر الصرف كان بقانون النقد والتسليف نص على تحديد قيمة الليرة بالضهب بالخالص ونص على فترة انتقالية بتصير بالاتفاق مع صندوق النقد وبتنعمل آلية معينة لتحديد سعر الصرف فرد كأمر واقع تثبيت سعر الصرف من التسعينات فرد الألف وخمسة كأمر واقع بدون أي صنعت قانوني بالألف وآتعاش فقد مصرف لبنان القدرة على تثبيت سعر الصرف فقد القدرة على تكريس الألف وخمسة كسعر صرف واقعي بالسوق. فتنا بشيء اسمه تعدد أسعار الصرف. ما عليك أنا شوية عم بستطرد هون. بس بيسوا نرجع لأنه شكلا نحن عم ندخل على حقب جديد بيسوا نذكر بالشيء اللي كنا موجودين فيه ولو بشكل وجهي. بيسوا نعرف الغاية من منصة صايرة فلنعرف ليش بعدت عن هالغاية وشو مفروض ينعمل لترجع تحقق الغاية الأساسية اللي كان مفروض تحقق. لما فتنا بمرحلة تعدد أسعار الصرف. صار في عنا سعر صرف خاضع للعرض والطلب بالسوق الموازي. اللي بنعيط له سعر السوق السوداء. وصار في عنا أسعار صرف متعددة بيستعملها مصرف لبنان. شي منها للصحوبات من المصارف. شي منها للرسوم والضرائب وغيرها وغيرها. صار في عنا تعدد بأسعار الصرف. هون صار في مشكلة. هاي دي المشكلة. أول شي ما في عنا مرجعية واضحة لتحديد سعر الصرف بمختلف تداولات رسمية. يعني انت بقى تدفع الرسوم والضرائب اليوم. بتعتبر الدولار الجمركي. استوردت بضاعة. في عليك رسم جمركي بدك تدفعه. على أي سعر صرف بدك تدفعه. ما في عنا مرجعية محددة. بتقول لي سعر السوق السوداء ما فيه أي صراف منه. صراف الشتورة ولا صراف ضاحي مثلا ولا صراف الحمرة. ما عندك عندك أسوأ. وعندك تعدد بهذا المطرح. فأنت بحاجة لمرجعية لتحدد سعر صرف تتعامل في العالم رسميا مع الدولة. اثنين ما في عندك آلية شفافة لتحديد سعر الصرف. يعني السوق السوداء فيها كرتلات وفيها مضاربين وفيها لعبين كبار. وبالتالي تداولاتها منها شفافة. وما في آلية واضحة عم يطلع منها سعر الصرف اللي نحنا عم نشتغل فيه. ثلاثة والأهم مصرف لبنان ما كان عنده أداة وهي مهم من ذكرة لأنه كتير عم نسمع هلأ حكي. أنه منص أنه مصرف لبنانية تك بيتكلف لا يضبط سعر الصرف ما هو شغلته الاستقرار النقد وحماية الانترنت. هذه ليست من خارج دوره بس مش شغلته يسبطه. بس مش بهذه الطريقة بالضبط. هنوصل للمشاكل صيرة فهنوصل لها. ولكن الوضع اللي وصلنا له أنه مصرف لبنان ما بقدر يدخل بشكل مباشر بالسوق السوداء. هذه سوق غير نظامي سوق غير رسمي. وبالتالي نحنا كنا بحاجة إلى مطرح آلية تداول معينة يقدر من خلاله مصرف لبنان يسيطر على سعر الصرف ويتدخل. وأخيرا نحن فيه عندنا هدف كان أن نوصل لتوحيد أسعار الصرف. مجرد وجود تعدد. هذا كرة البنك الدولي بتقرير من فترة بأي بلد بالعالم. تعدد أسعار الصرف هو باب من أبواب الفساد وإساة استعمال والمضاربات وتخطيط الأرباح. مية بالمية. عندك سعر صرف ناس عم تستفيد منه. ناس عم تضرر منه. ناس عم تقدر تاخد الدولار بالسعر المدعوم. ناس لا. ناس عم تسحب وديعتها بسعر صرف قليل وبالتالي عم تتحمل هاركت. تعدد أسعار الصرف هو مشكلة. وبدنا نوصل لتوحيد أسعار الصرف. حد.